بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن التوقعات بالنسبة للدهب في الايام اللي جاية وهل بالفعل هنشوف ارتفاع في اسعار الدهب زي ما سمعنا ولا هنشوف انخفاض وانهيار في اسعار الدهب كمان اسعار الدهب محليا وعالميا هل هي كده مناسبة للشراء ولا لا يعني لو انا معايا فلوس اشتري دهب ولا ما اشتريش ولو انا معايا دهب واشتريته بالغالي اروح بسرعة ابيعه لان الدهب اسعاره بتنهار ولا لا وهو ليه الناس مخدودة شوية بالانخفاض على الرغم من انه ده شيء عادي جدا جدا هتكلم مع حضراتكم في كل التفاصيل دي بس يريد لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد احنا شايفين دلوقتي ان فيه انخفاض حدي جدا في اسعار الدهب بحوالي 10 دولار واصلنا مبارح بالليل 1946 دولار للقوقية وده طبعا تراجع غير عادي حضراتكم لو شفتوا الحلقة بتاعت مبارح هتلاقوني قلت لحضراتكم انه ده هوا اللي هيحصل في الايام اللي جاية قلت لحضراتكم في الايام اللي جاية هنشوف تزبزب في الاسعار غير عادي ما بين ارتفاع بشدة وانخفاض بشدة هو ده اللي هيكون الحال في الايام القادمة قلت لحضرتك كمان في الاسبوع الماضي انه احنا الاسبوع اللي احنا فيه ده عندنا فيه بيانات مهمة جدا جدا هتأثر في اسعار الدهب الدهب يا جماعة وائع تحت ضغط كبير جدا جدا وده سببه طبعا تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيرون باول اللي مطلحقة ومتنقدة بشكل مش طبيعي تعالوا بقى نشوف النهاردة الراجل ده قال لنا كمان تصريح عامل ازاي وتصريح خطير جدا جدا يخلي الدهب بصراحة ينهار تماما ولكن بصراحة بسبب تصريحاته الكتيرة واللي كلها عكس بعضها بدأ ان الدهب ما يصدقش تصريحاته وفعلا هو دلوقتي يعتبر متماسك عند اسعار معينة ولكن لو كانت تصريحاته حقيقية يوميا كنت هتشوف مستويات تاني خالص للدهب والنهاردة عندنا بيان منشورة على احد الصحف الامريكية عن اداء البنك الفيدرالي الامريكي بيقول يبدو ان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي اللي هو جيرون باول يوم الاربعاء الماضي اعطى المتداولون الاشارة الايجابية التي كان ينتظرونها بان البنك المركزي ربما يتحتم عليه اخيرا زيادة اسعار الفيدة لأكثر من مرة منذ اوائل التمانينات طبعا المقصود هنا انه لما رفع الاجتماع الاسبوع الماضي لما رفع اسعار الفيدة 25 نقطة اساس وطبعا حكاية الاكتر حدة دي منذ التمانينات المقصود بيها الحداشر مرة اللي رفع فيها اسعار الفيدة بشكل متكرر ومتتالي في اداء غير مصبوك من سنة 83 ويتوقع تجار الاوراق المالية في وول استريت ان تبدأ عمليات بيع السندات الامريكية بكسافة قريبا مع زيادة اقتراض الحكومة حيث انه يمكن لمجلس الاحتياط الفيدرالي الاستثمار في رفع اسعار الفيدة اعلى فترة اذا ثبت ان التضخم اكثر ثباتا مما كان متوقعا وفقا لكوكالت بلومبرج بكده طبعا يكون التصريحات اللي هو قالها الاسبوع الماضي كلها والبيان اللي كان بعد الاجتماع ورفع اسعار الفيدة اثناء الاجتماع اتى بسماره اتى بسماره في ايه؟ في تشجيع المستثمرين في الاقبال على شراء السندات الامريكية والانصراف عن الدهب طبعا هو ده كل اللي كان الهدف بالنسباله انه يرفع مؤشر الدهب ويرفع مؤشر الدولار ويخفض مؤشر الدهب وانه المستثمرين يتجهوا باقبال شديد جدا على شراء السندات الامريكية فاللي بيحصل ده شيء طبيعي جدا جدا وبعدين يا جماعة الموضوع ما توقفش بس على رفع الفيدة الراجل ده طلع حوالي ثلاث مرات من ساعة الاجتماع بثلاث تصريح بنفسه مش مندوب عنه ولا عضو من اعضاء الفيدرالي الامريكي وده كان شيء غريب جدا ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده لانه عارف طبعا انه عندنا اهم تقرير الاسبوع ده تقرير مهم جدا وخطير جدا هو تقرير على الوظائف الامريكية يوم الخميس غدا ان شاء الله استعى ثلاثة عصرا تقريبا طبعا لو جيه في صالح الدهب هو ده يعني لو كان في صالح الدهب ساعتها ده هيعزز موقف الدهب وهنشوف منه ارتفاع فعشان كده هو خاطر عشان خاطر كده هو بيحاول يهد الدهب اكتر في اكبر يعني يعتبر محصلش قبل كده اللي هو بيعمله ده دلوقتي انه يطلع بثلاث او اربع تصريحات بعد اجتماع واحد معداش يومين وبقينا نشوف اكتر من ثلاث او اربع تصريحات كلها ضد الدهب وكلها يعني بتشجع المستثمرين على الاستثمار في السندات الامريكية فبكده بيرتفع مؤشر الدولار وبينخفض مؤشر الدهب بالنسبة لعالميا في الايام اللي جاية زي ما قلت لحضراتك ورجعوا للحلقة الماضية هتلاقيني قلت نفس الكلام ده هتشوف اما ارتفاع بشدة واما انخفاض بشدة ولكن عندنا مستوى بيتحرك فيه الاربعين دولار الاخيرة طيب كده بالنسبة لعالميا محليا بقى محليا من الطبيعي انه حضرتك وقت الارتفاع تشوف ارتفاع لكن احنا عندنا هنا في مصر وقت الارتفاع ما بنشوفش ارتفاع كبير قد كده لكن وقت الانخفاض انا قلت لحضراتك لازم هيمشي مع الانخفاض ليه ده شيء طبيعي جدا لانه هو لسه عنده شغف انه يلم الدهب اللي موجود مع الناس باسعار منخفضة عندنا الدهب بالفعل بيرتفع ولكن 10 جنيه و20 جنيه مش اكتر من كده هو عاوز يقول لحضرتك ان انا ماشي معه عالميا لكن يعني طبعا حضرتك كده لا ماشي معه عالميا ولا ليك الاقب عالميا خالص ولما تيجي تقول له ليه الدهب منخفض ليه الدهب مرتفع يقول لحضرتك انا مشكلتي في تسعير الدولار بالسوق السوداء ولما تيجي تقول له ليه الدهب بينخفض هيقول لحضرتك انا عندي مفيش زيادة على الطلب يعني الناس مفيش في ايدها سيولة فمفيش المعروض كتير والمطلوب قليل دايما هم عندهم حجة سابتة في التعامل في موضوع الدهب اللي بيحصل ده اشبه بمصرحية انا قلت لحضرتكو كتير جدا الدهب عندنا في مصر بيتشعر بعشوائية وفيها مجاية غير عادية في التعامل في اسواء الدهب الدهب في مصر مرتبط عند مستويات معينة 2150 جنيه لعيار الواحد وعشرين الاكتر مبيعا في مصر في نهاية شهر سبتمبر القادم مش هقول لحضرتك الاجتماع بتاع بكرة احنا طبعا عندنا اجتماع بكرة للجنة السياسات في البنك المركزي ولكن ده مش هيكون مؤثر او بالنسبة للدهب هتقول لي ليه هقول لحضرتك لانه احنا لا هنشوفه رفع اسعار فايدة ولا هنشوفه تحريك لسعر الصرف لانه انا قلت الكلام ده كتير جدا في حلقات الدولار مش هينفع انه دلوقتي يحرك سعر الصرف ولا يرفع اسعار الفايدة لانه لو عمل كده هيهدر القيمة اللي هيتعامل بها في تحريك سعر الصرف او التعويم زي ما بيقولوا واي فلوس معاه او اي دولار معاه هيدخوا في البنوك فا اه يعني الموضوع هيبقى صعبة قوي 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 انه يراجع في شهر سبتمبر والمراجعة تتقبل لانه ساعتها للأسف هتكون السوق السودة بدأت ترتفع من تاني يبقى احنا منه المتوقع مش الشهر ده ولا الاجتماع ده متوقع انه الشهر القادم عدها منه المتوقع نشوف اسعار تانية للدهب لانه هو ده المرتقب الوقت المرتقب لمراجعة صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف والرفع اسعار الفايدة السيناريو الاول هو اصدار شهادة جديدة تسحب السيولة اللي في ادين الناس وساعتها ممكن ما تشوفش طلب كبير على الدهب ساعتها ممكن نشوف الدهب ينخفل الحالة التانية انه يتم تعويم ولا قدر الله لا يتم القضاء على السوق السودة وما يكونش فيه اوعية دخارية جديدة او تكون اوعية دخارية زي اللي تم اصدارها قبل كده فالناس ما تتوجهش ليه ساعتها هتشوف اسعار غير مسبوقة من الدهب ولازم هتشوف ارتفاع في الدهب غير عادي وساعتها كمان لازم الدهب غصب عنهم كلهم هيمشي معه عالميا وعالميا في الوقت ده المفروض عندنا ارتفاع بحسب مؤسسات كتيرة جدا رويترز وبلومبرج وسيتي جروب وإتش سي الأوراق المالية قالت لنا الكلام ده النهاردة ومؤسسات كبيرة جدا جدا وبنوك عالمية كتيرة جدا يبقى الايام اللي جاية هنشوف تزبزب في الاسعار الشهر اللي احنا فيه ده كله هنشوف ارتفاع بشدة وانخفاض بشدة ولكن دي يعني فرصة حلوة جدا 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 لكل اللي معاه فلوس مش محتاجها لمدة سنة انا بتكلمه كلامي واضح حضرتك تكون مش محتاج الفلوس مدة عام ساعتها تقدر ان شاء الله تحقق اعلى تارجة من المكسب من فلوس حضرتك السنة اللي جاية زي دلوقتي تقدر تتكلم لكن لو اشتريت الدهب ويوم واثنين وثلاثة وعشرة وشهر واثنين وبدأت تتفكر في الدهب يعني مش هتاخد اي حاجة من الموضوع كله بصراحة ولا من اللعبة كلها غير تعب اعصاب حضرتك اللي هيخليك بسرعة رايح تبيع الدهب اللي معه حضرتك اما بالنسبة للناس اللي اشتري الدهب بالغالي ما تتخضوش قوي ولا تخافوه انا حبيت اقول لحضرتكو ان اللي بيحصل ده شيء طبيعي جدا جدا ولسه هيكون فيه انخفاض اكتر من كده ولكن في نقطة الدهب عندها هيصحح مصاره وهيوصل للمستويات اللي اشتريت بها حضرتك واكتر بكتير بس الموضوع محتاج صبر شوية هننسى الدهب اللي معانا شوية ولو حضرتك حابب تشتري دهب هسيب لحضرتك حلقتين في نهاية الفيديو اللي بيهم هتعرف ازاي تشتري الدهب لانه انا مش بشتري شبكة انا بشتري دهب للاستثمار وللدخار فبيكون لمواصفات معينة وشروط معينة تلاقي حلقتين حلقة منهم ازاي تقدر تشتري الدهب اللي معك الدهب بصورة مضمونة وما تهدرش قيمة اموالك او الفلوس المع حضرتك والحلقة التانية اخطاء كارسية لازم تتجنبها وحضرتك بتشتري الدهب اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتك استفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة وبنتظر من حضرتك لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسواش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلوا اكبر عدد من الناس وشوف حضرتكو فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة